في إطار الحديث عن هذه المسألة مسألة البوليزاريو وقضية الصحرة لأصبحت وبان على المنطقة المغاربية ضيعتنا الكثير من التطور متقدم ضيعتنا أن الاتحاد المغاربي يتحول إلى قوة استراتيجية في المنطقة رايح يولي مثل مجلس التعاون الخليجي شفت الأزمة التي وقعت في بيت مجلس التعاون الخليجي فيما يخص قطر وما إلى ذلك وعثرت كثيرا على مصالح هذا المجلس وعلى مصالح دول الخليج غير أنه وقعت تحركات من طرف الكويت وبعض الأطراف الأخرى وتم احتواء تلك الأزمة وعادت الأمور إلى رغم وجود خلفات في كثير من الملفات لكن الملفات الكبرى والمصيرية يجب أن يكون عليها هناك توفق أنا تمنيت حتى الجزائر تكون هكذا ما الذي جنيناه قريب نصف قرن من حكاية الصحرة ما الذي جنيناه نحن كجزائريين خليني المغاربة جانبا وخليني البوليزاريو جانبا لا كجزائريين لم نجني شيء مصالحنا ضاعت أموالنا راحت كثير من الأمور يعني حقيقة أنها كارثية بمعنى الكلمة لذلك إخواني الكرام أن نقول لكم أن هذا الأطروحة راهي عليها غير الوباء كين وحد المجموعة الأزمات الدولية هذه المجموعة تحدثت على 2023 على الحروب الأزمات القائمة في 2023 نعلم في 2023 أن البوليزاريو يوميا بيانات حرب بيانات استهداف قوة الاحتلال المغرب يلا يوميا حتى واحد النهار عملوا بيان أنهم استهدفوا المحبس وأنا كنت في المحبس ولم نسمع شيئا المهم هذه مجموعة الأزمات الدولية خليني نظهر لكم هذه المجموعة على الأزمات الدولية ماذا ذكرت؟ والبوليزاريو والجزائر تسوق على أساس أن هناك أزمة دولية اسمها قضية حرب البوليزاريو هذا هو اللي يهم هاي أمامكم هاي أمامكم هذا الموقع هاي وتحدث الله هنا على الأزمات الدولية هاي عشر أزمات كذا كذا في 2023 هاي وتحدثت على كثير منها تحكي على أوكرانيا وعلى قضية أوكرانيا وحرب أوكرانيا خلينا نشوفوا وش هي الدول والأزمات اللي يتحدثوا عليها اللي شغلت العالم حرب أوكرانيا أرمينيا وأذربيجا إيران اليمن إثيوبيا جمهورية الكونغو والبحيرات الكبرى الساحل منطقة الساحل هايتي باكستان وطيوان هذه هي العشر الأزمات اللي تحدثوا عليها في 2023 الساحل طبعا على قضية الكثير من الدول والإرهاب اللي موجود إيران هنا تحدثوا على حرب أوكرانيا ومعاناة الأوكرانيين وكذا 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 ثم بعد ذلك وما قامت به روسيا وش قتلت آه كثير من بعد ذلك إيران تحدثوا على قضية ثورة الشعبية الشعب والمظاهرات الشعبية ضد نظام إيران وأيضا تحدثوا على قضية الميليشيات الإيرانية اليمن سوريا كثير من الملفات وأيضا العلاقات مع السعودية آه كثير من الأمور أيضا إثيوبيا تحدثوا عليها هاي صور من إثيوبيا والمجاعة اللي فيها وكذا ثم بعد ذلك راحوا تحدثوا على اليمن هاي الساحل أيضا منطقة الساحل والصحراء هايتي الساحل والصحراء راهي راهي كثير وما يحدث في مالي والأمور هذه ها زيد تايوان هذه هي الصراع العاشر اللي يتحدثوا عليه واللي أعده هذا من الملفات المهم أنه في هذا 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 التقرير لأعداته مجموعة الأزمات لم تذكر أنها هناك أزمة اسمها أزمة البوليزار ولا أزمة الصحراء الغربية ولا أزمة الصحراء المغربية ولا أزمة الصحراء ولا أزمة في الأقليم الجنوبية المغربية ولا أزمة ما بين الجنوب مغرب وموريطانيا ولا أزمة ما بين الجزائر والمغرب ولا أي شيء من هذا القبيل تحدثوا على أزمة الساحل وحكاوا على الإرهاب نعم حكاوا على الإرهاب وحكاوا على التنظيمات والأزمة التي تعيشها مالي كثير من النقاط المهم ما يهمني في هذا الموضوع أن الموضوع هذا حكاية البوليزاريو حرب البوليزاريو لا تشغل لا تشكل أزمة هي عبارة عن قضية مطروحة لدى لجنة تصفيت الاستعمار منذ الاحتلال الإسباني لهذه المنطقة وهي ما زالت عندها مبعوث وانتهى الأمر البوليزاريو تحاول عن طريق دعم عسكري جزائري أن تحولها إلى أزمة وهذه الأزمة تكون لديها تأثيرها ولديها بتباعيتها وتداعيتها وتشغل المجتمع الدولي من خلال هذه العمليات التي تقوم بها تقول بل قصف وكذا وكذا تقول في بياناتها مرة وصلوا إلى ارتكاب عملية إرهابية وثبت على أنها عملية إرهابية بكل المعايير وبكل المقيس المهم ليس الآن يعني لما تجيك مراكز مثل هذه وتعد تقارير مثل هذا على أساس أنه لا يوجد شيء اسمه أزمة في منطقة في الصحراء وين عليش تراجع أنتم يوميا بيانات الجزائر روحوا وشوفوا وكالة الأنباء الجزائرية خلينا نوري لكم وكالة الأنباء الجزائرية نشوفو لكم يخي الأخبار فقط على قضية الصحراء هاي أمامنا وكالة الأنباء الجزائرية الروح هم عاملين أصلا ركن خاص بقضية الصحراء هاي قضية الصحراوية هاي وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مقر قيادة جنود الاحتلال المغربي بقطع المحبس الجزائر تطال بإنهاء كذا الجيش الصحراوي يستهدف قاعدة لقوات الاحتلال المغربي بمنطقة التعكد بالقطع المحبس بالمحبس المهم هاي الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات كذا بقطع المحبس يعني المحبس هذا أنا رحت له ما لقيت فيه حتى شي هاي مجموعة جناف لدعم الصحراء تدعو مجدد لوضع آلية مستقلة لرسل حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة متى تعمل حقوق الإنسان في الجزائر هاي في المحبس الشعب الصحراوي يتمكن من إصال صوت نظاله العالم رغم كل مضايقات هاي جايبين ناشي تسويسرية الحزب الشيوعي الإسباني إعلان التزام وكذا ندوة بجناف هاي ذي كلها تأيري لها روك خاص أسرى يعني الرئيس النبيبي يجدد دعم أجهزة القمع لا ما الاحتلال المغرب مستمر في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الناشطين الحقوقي الصحراوي يعني كأنه الجزائر ما شاء الله جنة جنة الحقوق الإنسان كأنها جنة في حقوق الإنسان هي جحيل البلد اللي دار حرب أهلية عسكر ودار حرب أهلية قتل ربع مليون جزائري وخرب البلاد ومازالت السجون مليانة بالناس منذ التسعينات منذ التسعينات الناس رأم عندهم شط الأمراض المختلفة جاي الآن تحاضر على الآخرين في حقوق الإنسان المهم أنه مجمل القول أنه الجزائر فشلت حتى أنها تخلي أنه شيء اسمه أزمة الصحراء ما كانت توجد قضية مطروحة في الأمم المتحدة يبحثونها عن حل سياسي يرضي جميع الأطراف والدول اللي ما تعترف بمغربية الصحراء راه تؤيد وجد حل مطروحة تؤيد المبعوث الأممي وهناك بعض الدول راه تعترف بالبوليزاريو من أجل الاستفادة من الخزينة العمومية الجزائرية ما كانت قضية أنا نقول هالكم رحت للداخلة في 2010 وجد توجد قضية اسمها البوليزاريو رجعت في 2023 لا شيء وإنه يقول غير هذا كذا القضية الآن في تندوف حتى عند المجتمع الدولي الآن ما كانش وهذه هي الحقيقة وأعتقد بأنه مع مرور الزمن سترون العجب العجاب في قضية تؤكد فشل العسكر أعطوني قضية ناصرها العسكر في الجزائر نجحت حكموا بلاد مثل الجزائر حولها إلى جحيم من مفخرة حولها إلى مصخرة تبنوا قضية الصحراء حولها الآن إلى جمهورية في تندوف وجنهار والبوليزاريو تقولهم أعطولي هذه التندوف هذه وشوية أراضي عندكم أراضي بزاف خلينا نديره جمهوري هذا هو اللي رح تصل تصل الجناح العسكري البوليزاريو في قائمة الإرهاب وضغط دولي إما الجزائر ترفع يدها من هذه القضية أو أنها تعطيلهم إقليم جغرافي يدير الدولة السادسة في المنطقة حتى هذه ربما في أقل الأحوال ولكن أكبر أمر وأكثر خطر سيهدد الجزائر عندما تدرج البوليزاريو في قائمة الإرهاب ولا أستبعد أبداً إذا وصل ترامب وعاد للبيت الأبيض والآن أرى هو الأرجح ومرشح الجمهوريين إذا عاد إلى البيت الأبيض صدقوني ستكون هناك خطوات أمريكية أقوى بكثير في هذه المسألة والأيام سجال بيننا وظهروا كلامي جيد